موسيقى السلام عليكم اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خط احمر اهلا بك فارس اهلا بك يا وسامة واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر في ظروف ربما افضل كثيرا من قبل كنا بالتأكيد يعني الكرة رجعت تاني ملعبك فالفين وواحد النادي الاهلي بيتعرض لهزيمة كبيرة نتيجة كبيرة اربعة اتنين على ملعبه وسط جماهيرو من فريق بيترو اتلتك ولكن النادي الاهلي بيكون رده في الملعب ان هو يحقق البطولة جيل منو الجزيء الفين وواحد والنادي الاهلي ايضا امام ارلندو في الجونة بعد التعادل الاجابي مع نادي الزمالك اتعرض لهزيمة تلات صفر ووقتها فريق ارلندو صخر من النادي الاهلي فوقتها العيب النادي الاهلي قال نتقابل في النهائل ونتقابل في النهائي وتقابلنا في النهائي وفاز النادي الاهلي المرة دي النادي الاهلي بيتعرض لهزيمة قاصية امام سان داونز خمسة اتنين للمرة التانية في اربع سنوات ولكن باقدام سان داونز النهاردة امام الهلال السوداني بتأتيك القرى في ملعبك لما تجيلك الفرصة مرتين لو فوتت الأولى صعب جدا تفوت التانية خاصة وانه مباراة الأهل والهلال السوداني مباراة قوية جدا على مدار التاريخ على مدار الأجيال السابقة لم تشهد مباراة النادي الأهل ومباراة الهلال السوداني سكور تخيل ان انت مسجلتش في السودان في مرمى الهلال السوداني غير هدف وحيد فقط لغير سجله محمد مجدي أفشا في المباراة التي انتهت بالتعادل لما فست على الهلال السوداني في 87-20 كان فيه هدف ONGOL وبالتالي مباريات صعبة بالتأكيد مباريات صعبة كمان لما تكون مباراة بتحمل بطاقة التأهل فلازم تكون المباراة صعبة وصعبة جدا فريق الهلال السوداني عنده فرص انه هو يصعد لو حق التعادل لكن انت عندك فرص ان انت تفوز واحد سفر او تفوز باكثر من فارق هدفين في حالة تسجيل الهلال في مرماك المباراة محتاجة من دلوقتي شغل محتاجة حاجات كتيرة جدا محتاجة انها تكون ان شاء الله في ملعب القيرة محتاجة ان شاء الله يكون في عدد جماهير للنادي الاهلي بيصاحب فريق النادي الاهلي ان شاء الله محتاجة ان العيبي النادي الاهلي يكونوا عارفين ان دي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين مباراة يصلحوا بيها جماهيرهم بعد مباراة الخماسية ولما لا ربما نحكي بعد كده وبعد سنوات ونقول ان لما تعرض النادي الاهلي الخماسية كان رده انه حق البطولة في نفس الموسم مش هنسبق الأحداث بالتأكيد ولكن فارس رجعت القرى في ملعبك وما أفضل أن تعود القرى في ملعبك وما أفضل أن يكون مصيرك ما بين يديك إذا هبت رياحك فاختنمها وإذا هبت رياحك فاختنمها ده الشعار الفرصة بيجيلك تاني وربما لأن في بعض الأمور كان مهمة جدا فيما بعد مباراة سانداونز كان على قد ما الغضب وقتها كان واضح على قد ما حالة التفاف حصلة وحالة إيمان بفرص وحظوظ النادي الأهلي يمكن العزيز مهند الجالي وهو دائما دائما موفق في عباراته عن النادي الأهلي وهو دائما الذي يصف النادي الأهلي بكبير أفريقيا وسيد القوم وما إلى ذلك من صفات النهاردة قال جملة عبقرية جدا وجملة بقف عندها لأن هي لها معاني مركبة تتعلق باللحنة قلناها هنا على شاشة قناة النادي الأهلي بعد مباراة سانداونز وهي فكرة الصورة الزهنية كيف يرى مهند الصورة الزهنية للنادي الأهلي؟ يراها بأن نتيجة وإهضار راكل الجزاء في سيناريو درامي أنت بتشوف أن فريق الهلال بتجيله راكل الجزاء أطهر الطاهر بيسجلها النادي الأهلي خارج البطولة ولكن بيهدر راكل الجزاء عشان يكون لك حظوظ وعشان يكون لك أمل وعشان تكمل مهند وصف الوصف ده فيما بعد الستوديو وقال جملة واضحة قال أن النادي الأهلي لما تهدر راكل الجزاء أمامه أو أمام سانداونز في مباراة لسه قادمة معاه وله فيها حظوظ فأنت تضع نفسك أمام الأسد وما بالك بأسد جائع هي دي الفكرة هي دي الصورة الزهنية اللي بيراك عليها الناس وهي دي الصورة الزهنية اللي مفترض نحافظ عليها المباراة صعبة أو صعبة جدا صعبة جدا لأن نتيجك هنا مع الهلال السوداني طول الوقت ربما مهش مباريات بتكسب بها بفارق نتيجة كبيرة أو بتكسب فيها بسهولة أنت حتى مباراة الصعود اللي كانت أمام الهلال في أم دورمان في 2019 مع ريني فيلر اللي قدرت تتعادل فيها في أم دورمان وكانت الطريق إلى الصعود والطريق إلى البطولة بتاعت 2020 كنت هنا المباراة في القاهرة كذبان بنتيجة 2-1 نتيجة 2-1 المرة دي تخرجك برا البطولة يعني إيه؟ يعني أنت مش بس محتاج تكسب أنت محتاج كمان ما تستقبلش أهداف عشان كده النادي الأهل يا جماعة دايماً له مجموعة من القواعد والأساسيات ربما كان عندنا خلال البطولة في المباراة السابقة بعض الأمور ولكن أنت بترد في الملعب تاريخ النادي الأهلي دايماً فكرته أنك بترد في الملعب أنت بترد وتاخد حقك وتوصل أمورك وتوصل شخصيتك وتوصل هويتك بالملعب بالكورة هي دي تقاليدك هذه تقاليدك اللي من 1907 بتحفظ عليها ما بتعرفش تعمل حاجة تانية ما بتعرفش تخرج برا الإطار الرياضي ما بتعرفش تروح لحتة مش شبهك اللي شبهك أن أنت ترد بالكورة وجات لك الفرصة تردك روياً وعشان كده الشحن الزائد في قصة تسجيل عدد كبير من الأهداف لا الانتصار بنتيجة موضوعية هو اللي كسبك الفكرة عندي مش سكور الفكرة عندي أنك ترد الفوزي أهلت أنت كده رديك ولكن مهم جداً عشان استقبال الأهداف استقبالك لهدف يخليك محتاج تلت أهداف فده معناه إيه؟ مش اندفاع هناك في علم النفس قصة واضحة وصريحة الاتزان النفسي ما بين ما بين قدرتك ورغبتك في تحقيق هدف وما بين آلية تحقيق الهدف آلية أنك ترد مش معناها كر وفر في الملعب وأن أنا نازل أكسب باب لا آلية النتيجة اللي حصل النهاردة تديك معطيات معينة أن أنت عايزة أسامة تسجل وما تستقبلش هدف أي نتيجة فيها أنك انت سجلت وما استقبلتش هدف حيات الغاية بالتأكيد يا فارسي بكي راكلة الجزاء اللي تم إهدارها وتصدى لها وليامز من أطهر الطاهر كانت راكلة جزاء مفصلية في البطولة زي ما تصدى لراكلة جزاء لمحمد هاني بتأكيد عندنا كلام كبير عن فرص النادي الآلي في الصعود ومبارات الآلي مع القطن الكاميروني انتظرونا بعض الفصل والأهل قطعهم